بعد حصار مطبق وحملة تجويع ممنهج يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة وفي وقت ينادي قادة العالم والمؤسسات الإنسانية فيه لإدخال المساعدات نتذكر محاولات كسر الحصار السابقة التي نجح بعضها وفشل بعضها الآخر في الأثناء تنطلق اليوم أولى تجارب فتح طريق بحري إغاثي أعلن عنه منذ أيام فبعد تواصل إغلاق المعابر البرية وفشل عمليات الإغاثة الجوية أبحرت اليوم سفينة أوبن آرمز من ميناء لارنكا في قبرص محملة بنحو 200 طن من الطحين والأرز نحو قطع غزة وتتولى منظمة World Central Kitchen تنظيمة المهمة وتقوم إسرائيل بتفتيش حمولة السفينة التي تعد أول سفينة ستصل منذ سنوات إلى القطاع الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا بريا وجويا وبحريا مطبقا على غزة منذ 17 عاما حولها إلى سجن كبير وجعل القطاع في حالة عزلة عن العالم تقريبا بالرغم من ذلك تمكنت بعض القوافل البحرية والسفن من كسر الحصار بقصد الإغاثة أو التضامن مع أهالي قطاع غزة سابقا وكانت جلها عام 2008 أبرزها السفينتان المشهورتان الحرية وغزة الحرة حيث تمكنتا فعلا من الوصول إلى شواطئ غزة يوم الثالث والعشرين من أغسطس من نفس العام يعد ذلك أول كسر بحري للحصار الإسرائيلي على القطاع تلت هما قافلة بحرية من لجنة الإغاثة الإنسانية في مصر إلى قطاع غزة يوم العشرين من أكتوبر من عام 2008 بالإضافة إلى سفينة الكرامة وسفينة ديجنيتي وكانت على متن هذه السفن ناشطون من مختلف الجنسيات داعمون لوقف الحصار على القطاع نجاح هذه السفن في كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة لم يشمل عدة سفن أخرى على غرار سفينة مرمرة التركية عام 2010 التي شاركت في أسطول الحرية والذي ضم عددا من السفن حملت على متنها مساعدات إنسانية و750 ناشطا من 36 دولة عربية وأجنبية تعرضت أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة سواحل فلسطين المحتلة للاعتداء من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى مقتل عشرة مواطنين أتراك وإصابة 56 آخرين وتمت مصادرة السفينة ما جعل إسرائيل مصدر دعاوى قضائية وتحقيقات دولية يذكر أنه بعد 7 أكتوبر ومع اشتداد الحصار وحملة التجويع الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني أوضحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في شهر فبراير أنها اشترت سفنا ستبحر عبر المتوسط لاستخدامها في أنشطة المساعدات الإنسانية في غزة ولكن الهيئة الإغاثية لم تنجح في تحقيق مسعاها بدخول ميناء غزة واقتصر الدخول إلى ميناء العريش المصري ومنه إلى معبر رفح وبشكل محدود أما بخصوص رحلة أوبن آرمز اليوم فهي تطرح تساؤلات بشأن تدخل الاحتلال في تفتيش المؤونة المحملة بالإضافة إلى تساؤلات أخرى بشأن أهداف تسيير مثل هذه السفن البحرية من قبرص اليونانية بإشراف إسرائيلية